أنا أدافع القولية حاجة كمان بالإضافة للكلام ده أتمنى الفوز حتى تتاح الفرصة للنادي الأهلي من الاقتراب من ريال مدريد على صدارة الأندية الأكثر تدويدا على مستوى العالم كان الفارق ست بطولات بقوا اتنين لو ربنا ساهل وكسبنا عند فرصة سوبر معها كمان وتعثر ريال مدريد لما يعني يفز بالبطولة الأوروبية يبقى فيه فرصة سانحة أو فرصة موجودة فأنت بتاخد طموحنا بقى في الحتة دي يا أستاذ إبراهيم تملي بنفكر بالشكل ده سأنا عايز بسرعة كده أضيف على بعض الكلام اللي الناس توطرت عليه والمشاكل ما أنا شاف لها يعني سند على أرض الواقع ولا مبرر عن توطرات وتصريحات مسؤولين وكده أعتقد أن احنا كلنا تجربنا فكر التوترات والحساسيات اللي بين الأشقة وأنها في لحظة ما بتحصل ولكن بتنتهي لصالح الشعوب وبتنتهي لصالح وشاع الجسلة واعتقد ما حدث من عدة سنوات في موضوع الجزائر لا يتكرر النهاردة علاقتنا بالجزائر على أعلى مستوى حتى على مستوى الشعبي احنا نتمنى أن احنا ناخد الرياضة في سياقها ما نتبلاش بقى أن ناخده في أي حتة تانية لأن ما حدش فيده حاجة في الآخر كل القرارات اللي بتتاخده أقعد تصدق أنك تقدم طلب طويلة كنا لعبنا كاس العالم بلعبتنا مش كده ما قدرناش وضغطنا وعملنا اللي احنا عايزين لا قدرنا نغير معاد كاس الأمم الأفريقية ولا قدرنا نغير معاد كاس العالم مش فيه تحد دي سياسات أكبر جدا جدا ومؤسسات أكبر جدا جدا مما يبدو عليه الأمر فاحنا خلينا في الرياضة اللي تجمعنا الرياضة اللي تقوينا كلنا مع بعضينا سوصا أن احنا في حقيقة الأمر شعوب بتحب بعضها يعني فأرجو أن الأمور تخلص في سياق رياضي في كل الأحوال لأن الرياضة تجمع ولا تفرق